خبر عاجل منذ قليل صادم ومحزن للغاية من الأردن أفاد مصدر أمني بوفاة ثلاثة أشخاص إسر حريق في أحد المطاعم قرب الجامعة الأردنية في عمان وأوضح المصدر أن كوادر الدفاع المدني تلقت بلاغا بنشوب الحريق وعند الوصول إلى الموقع تبين إصابة ثلاثة أشخاص ليتم الإعلان لاحقا عن وفاتهم وتم التعرف على إثنين من الوفيات هما معتصم محمد نجيب بركات العزام من بلدة قفرعان وحسن محمد مصطفى شلاش العزام من بلدة حوفا في إربد وفتحة الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف أسباب اندلاع الحريق الله يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان إن لله وإن عليه راجعون هذه صور السلاس شهداء